لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد في هذه الايام كثير الكلام منتشر عبر مختلف وصائد التواصل الاجتماعي بأن هناك صراع داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية وأن هذا الصراع بدأت تظهر بوادره قبل الاستفتاء على الدستور أو منذ بدأ ظهور مسودة الدستور وبعد ذلك عندما بدأ التوجه نحو الاستفتاء الشعبي وتعيين أول نوفمبر يوم لهذا الاستفتاء في البداية يجب نأكد على حاجة على أنه فرق بين الاختلاف والصراع الذي يروج له الصراع قضية الاختلاف حدث اختلاف في وجهات النظر وحدثت عراء مختلفة فيما يخص الدستور فيما يخص الواقع الجزائري فيما يخص قضايا أمنية مختلفة حدث هذا الاختلاف حدث حتى في عهد القيد صالح مش في عهد جنجريحة فقط ولكن الصراع مفهوم الصراع في المؤسسة العسكرية معناها الحرب الذين يروجون للصراع حابين يبين المؤسسة العسكرية عبارة عن مافيات تتصارع هذا هو الهدف الأساسي لأنه الهدف أصلا هو المؤسسة العسكرية نحن عندما ننتقد المؤسسة العسكرية في بعض الأمور لا يعني أننا نريد لها ألا استقرار أو أننا نريد لها أن تدخل في دوامة صراعات داخلية هذا أبدا مهما كان الموضوع لأن وصول المؤسسة العسكرية إلى مستوى الصراع معناه المواجهة والمواجهة تؤدي في النهاية إلى تفتيك المؤسسة العسكرية هذا هو الموضوع بالمختصار لذلك خلافات في وجهات النظر بين القياديين إن تحدث هذه القضية أعطيكم مثال مثلا أنه في الاجتماع الذي عقد في وزارة الدفاع بعد مرض مباشرة عبد المجيد تبون ونقله إلى ألمانيا عقد اجتماع كبير حضرته كثير من القيادات وحدث اختلاف في قضية تمرير الدستور هناك من اقترح توقيف المسار وهناك أيضا من اقترح تأجيله وهناك من قال إلغاءه من أساسه وكان من أبرز الشخصيات القيادية في المؤسسة العسكرية الفريق الأول علي بن علي الذي رأى بأنه تأجيل استفتاء الدستور كان يكون هو الأفضل للمؤسسة العسكرية وللجزائر وما إلى ذلك هذه حقيقة ولكن لا يعني أنه إلحاح شنجريحة على تمرير الدستور ووجهة نظره ترى بأنه تمرير الدستور هو الأفضل وكذا معناه أنه دخل في صراع بينه وبين علي بن علي هذا كلام لا أساس له ونعطيكم شيء عندما يكون قائد في الجيش ويتخذ قرارات لا تعجب القيادين الذين أقل منه مسؤولية فهم يتبعونه ويمشوا معاه في الطريق إذا أصر على هذا الطريق هم لما يجلسوا ويتناقشوا يعطوا الاقتراحات لكن إذا كان هذا القائد أصر على هذا التوجه هم يمشوا في هذا الطريق يمشوا في هذا الطريق ولكن بعدما يرحل هذا القائد موتا أو يقال من طرف الرئاسة أو يمشي إلى التقاعد يجي واحد راح يغير المسار يطبق ما يؤمن به ما يؤمن الحواج اللي ما كانت عجبتوش في القائد اللي قبل يطبقهم هو لذلك أحيانا تظهر قرارات معاكسة تماما للقرار اللي خذها اللي قبله وهذا لا يعني انقلاب في المفهوم هذا ره انقلب على التوجهات ولكن هو جاء نفذ التوجهات اللي يؤمن بها هو هذا طبيعي ولكن انه يستعمل القوة ويدخل معه في حرب وفي صراع من أجل تطبيق هذا القرار هذا غير موضوع حتى ولو يكون داخل وراه غاضب بل انه يطبقها في قلب وعشنا في تجربتنا في العسكرية وفي المؤسسة العسكرية عشنا كثير من التجارب ضباط يمشوا في مهام مرافضينها مطلقا ولكن يمشوا يطبقها ويحرص على نجاحها حتى لو كان غير مقتنع بها لأنه هناك أوامر من القائد تبعه لذلك نجد دائما المؤسسة العسكرية عندما يكون عندها قائد صالح تجد مواقفها صالحة وإذا كان قائدها طالح تجد مواقفها طالحة لأنه هناك انضباط داخل مؤسسة العسكرية لن تجده في أي مؤسسة أخرى هل يجب نخذها بعين الاعتماد لذلك استغلال خلافات وجهات النظر عبر كثير قضايا هي موجودة كثيرة وتحويلها إلى صراع بين أجنحة داخل مؤسسة العسكرية أعتقد بأنه هذا ما عندوش لا أساس له آمر آخر آخر نعطيكم مثال ثاني أعطيتكم مثال تعلاجتماع الذي حدث بسبب مرض الرئيس تبول بكورونا ونقل الألماني هناك اجتماع أيضا أو عدة اجتماعات عقدت مباشرة بعد الاستفتاء الشعبي وقبل إعلان نتائج حدث فيها خلاف حاد هناك من قالوا بأن هذه النتيجة مهزلة والأحسن أن نشوفوا كيفاش نتائجها والشعب رفضها وهذا دليل أن أغلبية شعب حدث اختلافات ولكن لما توجهت القيادة وأعلنت أنه أنه تمشي في هذا المصار وتكمل في هذا المصار لا أدري هل وصلتهم معلومات هل وصلتهم معلومات على أن النتائج لصالح نعم أو أنها لا وتم التلاعب فيها لا أدري لا أدري هذه ليس لديها المعلومات إذن في هذا الاستماع حدثت خلافات حول تعديل الدستور ولكن ليست صراعات يجب أن نفرق بين المصطلحات الصراعات بين القادة العسكريين رأي تؤدي إلى حرب أهلية يا جماعة رأي تؤدي إلى حرب أهلية ثقافة العسكر قضية الصراعات والناس اللي يعرفوا العسكري على الداخل يتأكدوا من هذا الكلام ولكن الخلافات تكون حتى تصل تجد قائد مكروه من طرف بعض القيادين حتى مكروه من طرف عسكريين كثير ولكن لا يستطيعون يطبقوا الأوامر ويمشوا ويلتزموا بالأنظبات وتلقى في قلب يقول يا رب يجيها زوبعة تديه تنتهن نوما هذه موجودة كثير ولكن باش تولي تتحول إلى صراع هذا هذا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله